السلام عليكم ازاكم شباب عاملين ايه? النهاردة معنا فيديو جديد في سلسلة سي بلس بلس ان ديبت. في الفيديو ده هنتعرف على الفريابلز. يلا نقول كده ايه هي الفريابلز? احنا بقى اصلا اكتر من فيديو عاملين نتكلم عن الطايبز. وقلنا الطايبز دي فايدتها ان احنا نعمل بها فتح نشوف ايه هي الفريابلز. بيقول لك سيدي ايه هي الفريابلز? هي عبارة عن حاجة اسمها ايه? نيمد ستوريج. نيمد ستوريج. ستوريج يعني تخزين او مساحة تخزينية اهي. تخزين. ونيمد يعني لها اسم. بكل بساطة هي مساحة تخزينية لها اسم. ازاي يعني انا مسلا انا عايز اخزن مسلا رقم. الرقم ده هخزنه مسلا اهو خزنت رقم عشرة. بس عشر ده اعز اسميه باي حاجة عشان ما انسهوش. فاحسميه مسلا نم. فاهو انا كده عملت الفريابل. الفريابل ده ايه? اسمه نم. قيمته عشرة. من نوع قيمته عشرة ازا هو نوع ايه? بيشير رقم? ازا هو نوع انت. مسلا يعني. ممكن اعني لدلوقتي مسال تاني ان انا اعز اخذ ده نقم بس الرقم ده فيه فاصل عشرية. مسلا زي تلاتة فاصل اربعة عشر. فحخزنه هسميه مسلا باي. تمام? والرقم ده اهو بقى فريابل. يعني الحتة دي كلها بقت ساعة بتخزين دي بالاسم ده بالقيمة دي بقت ساعة ايه نوعه نوعه طبل. تمام؟ احنا قردي عارفين الانواع؟ تعال نشوف بقى ازا نستعمل الانواع ديه عشان نعمل منها ايه? جميع? تمام؟ جميع. احنا عارفين الاول يعني الاول ان كل الاسم الله، اهو تعالio كده نشوف لكل FREABLE له ايه كل هيباليه مجموعة حاجات كده. الـ هيباليه اول حاجات طيب ده اللي احنا عرفناه. من الفيديوهات اللي فاتت. والطيب ده بيحدد اكتر من حاجة. بيحدد بتاعي في الميموري. تمام? عشان نعرفين مسلا ان حاجة زي الانت حجمها اربع بايت. مسلا. اه اربع بايت. عاجة زي الدبل مسلا ممكن تبقى تمانية بايت مسلا. او اكبر على حسب الجهاز. فده كده الصيز. هي كمان بيحددها الطيب اللي هي اللي اقدر اعملها. يعني مسلا نعرف ان الانواع دي ارقام. فانا قدر اعمل عليها جمع. طرح. ضرب. اسمه. تمام? ممكن اعملها للمودلس. كل العملية دي قدر هي كمان بيحددها الطيب اللي هي ايه? اللي هي الرينج. يعني ايه الرينج? الرينج ده اني يقدر يشيل ارقام من اين لفين? يعني احنا عرفين ان بتاعه من سالب اتنين وتلاتين الف. وشوية لحد اتنين وتلاتين الف. متوفرة تمام؟ لاحظ ان انت حاجة مختلف عن العادي فاحنا عارفين ان الاحاج بتاعه من زد اربعة وستين الف او خمسة ستين الف وشوية تمام؟ مثلا احنا عارفين اكبر مثلا عارف فين ن Kanal بتاعه من اتنين مليار وشوية اتنين مسلا خلينا نكتب ديب من الحاد اتنين فدي كلها حاجات بيحددها الايه الطيب بتاع طب هل كل قيمة له طيب بس لا اهم حاجة في الهو اللي هو الايه النام. ايش احنا قلنا الفريابل زي عبارة عن نيمد ستوريجز. فلما نيجي نعمل الفريابل هنحط له كمان ايه? النامز طبعا لها اكتر من قاعدة نعرف بيها ازاي نعمل النام بتاع الفريابل صح. القواعد هنشوفها قدام ممكن فيديو الجاي. بس يعني النامز مش معمولة كده النامز لأ لها قواعد بتتعمل بيه. اوكي. غير كده ممكن نحط كمان فاولان الفريابل حاجة اسمها ايه añشل. اوان اوان انشل. اه قى انشل اينشل ايه؟ ايه. يعني 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 انا لما بعمل الفريابل الفريابل ده بيبقى مساحة تخزينية اوue مساحة تخزينية. تمام? ليها اسم وليها مسلا سميتها x. طيب ما بيبقاش له قيمة. حدش الف اي حتة انه بيبقى له قيمة. فانا ممكن اضط له انيشل في Celtic لنque مثلا اقول له انه هيبدأ بالقيمة عشر يعني اول ما يتوجد من اول ما يتوجد وابدأ استخدمهم هتبقى قيمته عشر. على عكس مسلا لو عملت ثاني مسلا سميته Y. الواي ده ما اديتوه شيء قيمة مبدئية. فالفريابل ده مش هيبقى قيمة مبدئية. على نشوف ايه الكلام ده. واحنا ايه شغلين في الكود. يالله بينا. انا دلوقتي اهو تحت روجكة عادي جدا في تادي. تعال بقى نعمل ايه? تعال نعمل شوية هنعمل ابسط شكل اهو. هنعمل ايه? طيب? تمام? ونعمل مع ايه? اهو. بس كده ونمسيها بسيمي كورو. فهو ده ابسط شكل الفريابل. الشكل ده عامل ازاي? عامل ان انا عملت كده عملت آآ طيب. بعد الطيب حطت اتنين. اوكي? ده ابسط شكل الفريابل. ان انا مسلا عملت ايه? الفريابل اسمه X نوع انت. طيب تعال نصعبها شوية او نزود على الكلام ده شوية. هنزود على ايه? فلنفترض ان انا عايز اعمل اكتر من فريابل كلهم نوع انت. هعملها ازاي? ان انا احط كما واكتب الاسم اللي بعد. واي. كمان اسم زد. كمان اسم ايه? بعدين بي وهكذا. اوكي? كل الم shooters cool XX اقعم اكتر من اسم زي ما انا عايز. واعرفهم كلهم في نفس السطر. هذا بفيديني في ايه? بالنسبة ان انا عايز اعمل كلهم اكتر من كلهم نفس النوع وكلهم هستعملهم في نفس المكان. طيب ان اعملهم في الشكل ده. طيب. تعال بقى نبدأ ايه? نحط له الكلام ده. فالنفترض مثلا ان انا عايز اعمل برنامج مثلا البرنامج ده محتاج ان الارقام بتاني تبدأ بـ فالنفترض مثلا انا عايز اعمل برنامج بعد فانا عشان عد مش كنان ابدأ بالزيرو عشان عد زيرو واحد اتنين تلاتة. ولا اسيبه من غير قيمة كده اي بدأ من اي قيمة هو عايزها? لا لازم ادي له قيمة ابدأ اي. فعشان ادي له قيمة ابدأ ايه. بكل وصفة نيجي بعد الاسم نقول له يساوي القيم اللي عايزة ده بيه فلنفطر ان ده عايز يبدأ بواحد تمام وده عايز يبدأ باتنين وده عايز يبدأ بتلاتة وده هنسيبه من غير انشال فأهو انا بكل بساطة عملت مجموعة الفاريابلز دي ايه عملتها كلها في سطر واحد كلها ليها طايب انت وايه وكلها ليها اسمية مختلفة وكل واحد فيهم ايه اديتوا قيمة مبدئية وفي حاجات منها ما اديتهاش قيمة مبدئية فده ممكن نقول ان داتة لتشكل منوون ان انا بعمل ايييه الطايب؟ وبعديها نيم اهو نيم بعدها بساوي value ممكن اعمل طبعا اكتر من واحدة فيهم اللي انا ممكن مسلا اخد ايه اكتر من name وبعدي اكتر من value مسلا اخلي مثلا نيم اتنين مسلا بv pelyou اتنين وهكذا 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 فانا ممكن اعمل في نفس اسطر اكثر من ال мир كل فيهم اللي هو اسم مختلف واللو قيمة ايه مختلف طب ضاisstها بيفيد في ايه. بيفيد ان انا باختصر الكلام. لاننا مسلا شكل ازاي ده لو انا ع scenery ع vog انا عايز اعمله من غير مختصر ههعمل له زي هيعمل انت اكس قمته واحد وانهيب سيم My كولوم وانهيب سيم essayer بس ان نشيل الصوت الردعش ليعملش معنا مشكلة هنعمله كومنت. هنعمل مثلا انت زد اه بيساوي تلاتة وسيم اكولم. بعدين نقول له انت ايه سيم اكولوم انت بي سيم ممكن الشكل ده بكون اكتر بس يعني لو انا عايزة الحاجات دي كلها والفريابلز دي كلها في نفس المكان وهستخدمهم كلهم في نفس الحاجة مسلا فممكن نعملهم بالاي بالشكل ده سطر واحد واختصل على نفسي هي كتابة كود كتير قبنا نخش في الموضوع اللي بعده في نقطة في الانشاليزيش نازم نتكلم عنها لازم نكون عارفينها كلنا كويس تمام شايفين الفريابلز دي الفريابلز دي انا عملها بقيم يعني انا مديها قيم مكان ما تكريت بكام ما تعمل تمام القيم دي انا مش مديها فاليو صح لو جينا نعمل لهم كده مش عارفين ايه القيمة اللي ممكن تطلع فيه فتعال كده نشوف سي اوت ايه مسلا نعمل بعديه مسلا مسافة مسلا كده وانا انت هنعمل بي ونحط سيميكولوم تعال كده نشوف قيم هتلاحظ ان فيهم قيم غريبة قيم عشوائية انت اصلا مش عارفها فده اللي بيحصل لما احنا نعرف قيم وما نديهاش قيمة بدأ اي ونديه نتعامل بيه ففي بعض او بعض بتقول لك مسلا ان اه لما تيجي تعرف قيمة مسلا القيمة دي هتبقى قيمتها في بعض الكمبيرز قل لك لا لازم يبقى بره اي فونكشن مثلا لا ازل الفرياب اللي انا عمله بره ده انا عمل الفرياب الاسمه جلوبل لو نجيت طبعة القيمة بتاعته بعدهم هنا كده لو نجيت مسلا عملت كده بعدين كده وعطيت هنا كده اه ونجيت طبعة جلوبل اه المغروض بتاعته هتبقى زيرو لو جاني نشوف كده فعلا بس لو تلاحظ برضو ان بي كمان زيرو لكن ايه مش زيرو فايه اللي بيحدد انت ما تقدرش تعرف ايه اللي بيحدد فانت ما تعتمدش على الفاريابولز او الفاليوز الديفولت انشاليز لازم لما تيجي تعمل اي فاليو تديها انت قيمة مبدئية بيدك لازم انت تعمل حاجة زيلي من فاش تستعمل قيمة وانت معرفتاش او مبدئش قيمة مبدئية تشتغل بي دي حاجة اللي كنا لازم نعرفها قبل ما نلقي على اي النقطة اللي بعدها لو عجبك الفيديو انساش تحط لايك وتح اشتغل الفيديو مع اصحابك اللي بتعلمون سي بلس بلس اجوفك الفيديو الجاي ومع السلامة